تأكيد صحة وموضوعية التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قضية التفجيرين الإرهابيين الذين استهدفا مسجدين السلام والتقوى أتى من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر الذي ختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات بعدما سطر بلاغ بحث وتحرن في حق رئيس الحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد مصادر حقوقية أوضحت لتلفزيون مستقبل أن بلاغ البحث والتحرن يصدر بحق من يكون مدعا عليه أو مشتبه به في قضية ما أو مطلوبا للاستماع إليه بمرحلة التحقيقات الأولية في القضية مدة بلاغ البحث والتحرن هي عشرين يوما قابلة للتجديد لمدة عشرة أيام لتصبح ثلاثين يوما وبعد مرور هذه المدة يكون الخيار للنيابة العامة إما بالإدعاء على عيد من ضمن سائر المدعى عليهم وإما إحالة الملف عند الانتهاء من التحقيقات الأولية من قبل الضابطة العدلية بإشراف النائب العام إلى قاضي التحقيق ليتخذ الموقف المناسب بهذا الصدد وهنا يمكن للأخير أن يعيد دعوته للاستماع إلى عيد وإذا لم يحضر فأمكن لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق عيد أو أن يصرف النظر عن الاستماع إليه إذا رأى أن معطيات الملف لا توجب خضوره ولا تستلزم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه واحتجاجا على صدور بلاغ البحث والتحر بحق عيد قطع أهالي جبل محسن الطريقة الرئيسية عند طلعة الشمال بالإطارات المشتعلة كما عمدت العناصر العسكرية على قطع الطريق عند مستديرة الملولة باتجاه جبل محسن